إلى لبنان الآن حيث تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أكثر فأكثر هناك في ظل غياب المعالجات الجدية وفي ظل المماطلة في تشكيل الحكومة جديد الأرقام أن نسبة الفقر في لبنان فاقت الـ 55% في وقت حذر وزير الشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية جيمس كلافرلي حذر من أن لبنان يوشك على فقدان القدرة على إطعام مواطنيه مع تفاقم أزمته المالية التي تسببت في رفع مستوى الفقر والتضخم الزميلة إيمان لحرش تطلعنا مرة أخرى على آخر الأرقام والوقائع المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في لبنان إيمان وضع متفاقم ويزداد خطورة في لبنان ولا يبدو ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي بوادر لضوء في نهاية هذا النفع نعم مهند صورة قاتمة قدمها أو أضاف لهذه الصورة تقرير الأخير للبنك الدولي أكثر من نصف سكان البلد سيقعون تحت خط الفقر بحلول عام 2021 هذا الرقم يمثل بطبيعة الحال قفزة كبيرة في معدلات الفقر حسب آخر تقرير للبنك الدولي كما أشرنا في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو سبعة ملايين نسمة هذه التوقعات المثيرة تأتي بعد عام من تفاقم بل وتفجر الأزمة الاقتصادية والمالية الحد في لبنان وأيضا بالتوازي مع غياب متعمد حسب تقرير البنك الدولي اتخاذ إجراءات فعالة على صعيد السياسات من قبل السلطات اللبنانية إذن غياب السياسات المنصقة والشاملة والكافية من شأنها أن تدفع الاقتصاد إلى ركود شاق وطويل حسب التقرير ما من شأنه أن يعرض لبنان إلى استنزاف خطير للموارد لسيما فيما يتعلق برأس المال البشري حسب التقرير لكن على الرغم من توقعات البنك الدولي هذه فإن تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قبل نحو شهرين من الآن قدر أن نسبة الفقراء في لبنان تضاعف في هذه السنة لتصل نسبة إلى حوالي 55% مع العلم أن مستويات الفقر بلغت 28% مقارنة خلال العام 2019 وبالتالي هناك فارق وزيادة متسارعة بشكل خطير إذن بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة وكارثة انفجار المرفأ في أغسطس الماضي ألقى انتشار أيضا فيروس كورونا بظلاله على الأوضاع المتفاقمة أصلا وبالتالي هناك أزمات متلاحقة كرست الوضع الحالي إذن أوضاع تستدعي أن تتخذ السلطات حلولا سريعة وجذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلد يهدده الجوع ما لم يتحرك زعمائه كما تحذر أوساط داخلية وخارجية معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي طوني عيسى أستاذ طوني مرحبا بك معنا إذن في ظل الوضع السياسي والنخبة السياسية التي لا تزال تتحكم ولا تزال في مكانها في لبنان هل هناك ما يمكن إنقاذه؟ إطلاقا لقد أثبتت التجربة خصوصا منذ ثورة 17-21 أكتوبر الفائت أن لا مجال للإصلاح بظل هذه المنظومة أتذكر هنا المقال الذي نشر ذات يوم في صحيفة أمريكية ذهل وقال المقال لا يمكن أن ننظف المنزل بممسحة وسخة هذه الحقيقة هؤلاء هذه الطبقة التي تمنع اليوم تشكيل حكومة التي تمنع قيام المؤسسات والتي تمنع التحقيق أو التدقيق الجنائي والتدقيق في المؤسسات لألا تنكشف هي ولألا تنتكشف الفضائح التي ارتكبتها والتي أدت إلى وصول لبنان إلى ما وصل إليه هؤلاء لا يمكن إطلاقا أن ينقذوا البلد المطلوب تغييرهم طبعا ولكن السؤال هنا كيف سيتغيرون بأي وسيلة بالديمقراطية بالانتخابات هم يطبقون على الانتخابات هم حتى الانتخابات المبكرة أو في موعدها الانتخابات النيابية سوف يمنعونها سوف يجرون انتخابات على طريقتهم وتحت الضغط وبالتزوير ويفرضون أنفسهم المشكلة هنا يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لإنقاذ هذا الوطن إذا كان يريد إنقاذه هذا المجتمع الدولي تحرك وضغط ومع ذلك لم يقدم الزعماء على أي تنازلات مطلوبة لعلى أقلها تشكيل الحكومة ما المطلوب خاصة أن حتى هذه التحركات ولسيما الجانب الفرنسي الانتقاد الخاص فيه هو إعادة تعويم وتدوير نفس الشخصيات نفس المنظومة نعم صحيح الجانب الفرنسي جرب أن يدور الزوايا لأنه وجد أن لبنان سوف ينسحق في وسط الصراع الجاري ما بين الولايات المتحدة وإيران ولكن هل تدوير الزوايا نفع أيضا؟ لم ينفع لم يستطع الفرنسيون أن يفعلوا شيئا حتى الآن ويبدو أن أسلوب الضغط هو الوحيد الذي سوف يتجه إليه لبنان في المرحلة المقبلة أعتقد أن هناك أن إيران أوحت لجماعاتها في لبنان بالانتظار شهرين إضافيين بعد الانتخابات الأمريكية لكي ترحل إدارة الرئيس دونالد ترامب ثم سوف يأتي الرئيس جو بايدن وسوف تنتظر المحادثات بين الولايات المتحدة الإدارة الجديدة وطهران لكي تعرف ماذا ستفعل وسوف بهذه الطريقة سوف يكون علينا أن ننتظر في هذا العذاب الأليم الذي يتكبده لبنان سوف يكون علينا أن ننتظر شهرين ثم شهرين أو ثلاثة سنصل إلى الصيف أي أن النصف الأول من العام 2021 سوف يكون على ما أعتقد مرحلة كارثية بالنسبة إلى لبنان ما قاله السيد كليفرلي فعلا في مكانه بالنسبة إلى الكلام على الجوع نعم سوف يصل اللبنانيون الآن إلى الجوع لأن الطبقة السياسية هذه تمنع أي خطة اقتصادية أو إنقاذية لأن أي خطة يفردها المجتمع الدولي أو يطلبها المجتمع الدولي يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار الإصلاحات وكشف المستور وكشف المستور لا يريدونه لأنهم مستفدون من هذا المستور الخطير في الموضوع أنه في هذه الأرقام عندما نتحدث عن 55 حوالي 25% لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم المواد الأساسية 20% من هذه الأرقام إضافية يعني على مستوى خط الفقر أو تلامسه أرقام كبيرة تقابلها بالمقابل ارتفاع في السرقة في الأبعاد الأمنية كذلك مثل التداعيات الأمنية وهل نتوقع أن يحتد الأمر إلى أن نصل لثورة جياة في لبنان كذلك زميلة العزيزة ما جرى في العام الماضي كان خطيرا جدا على مستوى الجريمة تقارير قوى الأمن الداخلي أشارت إلى صعود للجرائم العادية التي يسمونها السرقة والنشل وما إلى ذلك بنسبة تراوح ما بين 50% و60% و70% عن المستوى الذي كان في العام الفائت هذا يعني أننا مقبلون في العام المقبل إذا انفجر الوضع كما يخشى منه قد نكون مقبلين على مرحلة أصعب بكثير وهذا ما يؤدي إلى طرح سؤال حول السؤال الآتي لقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان مرارا أن لبنان إذا لم يعالج اليوم سوف يذهب إلى التحلل إلى التفكك أخشى أن يؤدي هذا الجوع إلى مرحلة خطيرة جدا يتفكك فيها لبنان ماليا اقتصاديا ثم اجتماعيا وعندما يتفكك اجتماعيا تصبح عملية التفكك الأمني واردة في أي لحظة هل سيستفيق مثلا أحد زعماء الزواريب ويقول هذا الشارع لي وهذا الشارع سوف أحمي به الناس من الجوع ومن الجرائم ومن السرقات وماذا أين سيذهب لبنان آنذاك عندما تصبح الفوضى تعم البلد كما يخشى منها اليوم هذه هي الأسئلة الخطرة التي يطرحها الواقع الاجتماعي إذا ما ذهبنا فعلا إلى التردي وإذا لم يحالفنا الحظ بالذهاب فعلا إلى تسوية في الشهرين المقبلين حتى بداية العام المقبل أو بعده بقليل شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب والبحث السياسي توني عيسى إذا نعود إليك بهذا مهند وعلى ما يبدو هو واقع صعب ينتظر اللبناني واقع صعب وربما قدر لبنان أن ينتظر كل الاستحقاقات الخارجية في إيران في الولايات المتحدة الانتخابات دائما لبنان في حالة انتظار للأسف ولكن هذه المرة الوقت ينفد وينفد بشكل سريع شكرا جزيلا لك